اشتركوا في القناة ما علينا الهرده ان شاء الله بالتفصيل نقوم بمميزاته ونقول عيوه تمام? يلو نبدأ مع بعض. دي العلبة اللي بيجي فيها ايه? تمام? نديجي فليبر. تمام? طبعا احنا عارفين دوت محترم جدا على اليوتيوب بالنسبة لايه? تمام? دي العلبة زي مبتدي. بيجي معها حاجات كتير. هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. تمام? ده عشان تعرف الاردي ايه اصلي ولا مش اصلي. تمام? تمام? هادي الاردي ايه. تمام? دروب اردي ايه. انا بعتبره بنقبل الاردي ايه زي اللي موجودة حاليا. والايرفلو يا جماعة عبقري. يعني اقل كلمة تفقيل عليه انه عبقري في الايرفلو بتاعه. تمام? دروب اردي ايه. نحن شفين كده زي حرف تي. من الارفلو. هنتكلم عنه بالتفصيل. دروب احبين يجي. الارفلو. بيجي معايا الدريب تيب ديت. جميلة جدا بصراحة اللي هي الترانسبرانت دي او الشفافة. مؤسحة مظبوط جدا. انا بحبها بصراحة. بيجي معايا الدريب تيب التانية. دروب تيب التانية. انا بحبها بصراحة قوي. بس يعني ممكن ايه. تعجب الناس منهم. تمام دي الارفلو. ليها فايدة. ليها فايدة. هقول لكم ايه فايدات. هقول لكم ايه فايدات. ممكن بعض الناس فعلا يحبو. تمام. ادي. حاجات اللي بتيجي معا. بيجي معايا سيدي طبعا ايه. بيجي معايا البيني العادي اللي هو عشان تركبه على اي مود. وبيجي معايا السكوانك بينجي. اللي هو ايه البين بتاع السكوانك. تمام. اه السكوانك الجي معايا بالارض ايه دوت. برضو من حاجات جميلة جدا. برضو ان شاء الله نتكلم عنها ايه بالتفصيل. تمام. تمام. بيجي معايا ايه تاني. بيجي معايا زي ما شايفين كلها الحاجات الزيادات. وبيجي معايا وصلة الفايف تان. لو انت عايز تحط الفايف تان بتاعتك ايه العادية. تمام. بيجي معايا وصلة ايه الفايف تان. تمام. طيب. طيب نفتح كده ايه. ايه ديك بتاعه يا شب. الدك بتاعه جميل. قريب جدا برضو من الدد رابت. ومن البلس 24. اقرب للدد رابت من البلس 24. اه بتحط اله كده الالبوزيتف والالبوزيتف او السالب والموجب. تمام? الناحيتين. فانت الكول بتاعك بوقف هنا كده والناحياتي. تمام? تمام. وبينزل الكول من هنا وبتقص ايه? الزيادات بتاعتك من ايه من جو. طبع في الدد رابت بتقص الزيادات بتاعتك من من بره. لكن هنا بتقص الزيادات ايه بعد ايه? من جو. هادي هنا. واحدة. هادي بتاعه. تمام? تمام. سهل. سهل. بيدي بتاعه سهل جدا جدا جدا. وبياخد كويلز. ما هو ازل نوع كويلز تركب هنا. ممكن تحط الكويلز ده مثل ساحة او قطرها كبيرة تلاتة او نصف ممكن. فيه ناس بيعملوا سنجل كويل. بس يعني انا مش شايفوا ما امتع صراح او سنجل كويل. هو ابداعه في كما نرى هنا الويل او البير بتاع الجوز كبير او حوالي سبعة مجمونات او حاجة كبير والسكوانك بين بتاعه طحفة ميسون عالي شوية فبالتالي لما بعد ما بتدوس على السكوانك بين ويطلع الجوز بتاعك هنا طبعا المفروض ان البيين تسحب الميزة بقى انه بيسيب سوية جوز او سوية ايه حوالي هنا فبيفضلوا موجودين في البير بتاعه ودي ميزة حلوة بصراحة تمام الورانس بتاعته زي ما انتوا شايفين هنا محترمة جدا لازم طبعا تعمل لها شوية بال ايه بالجوز تتبال لها شوية بالجوز زي ما تقول ايه عشان توقع ناشفعه في الاول اول تمام تمام نحاول ان نحركوا ايه بصراحة بلازم تعمل الورنز انه بتيجي ناشفعه ده الايرفلو تمام عبقريت الايرفلو بقى في ايه باشا ان انا ما اعتقدش ان فيه حد مش هيقدر يلاقي الايرفلو اللي مريحه او اللي هو متعود عليه كمية اوبشنز كبيرة جدا كمية اوبشنز كبيرة جدا انا شايفت ايه ده مجرمة الف تقفل الايرفلو واضح ولا ايه هذا ايرفلو بتقفل كده انتقفلت الايه التيل كميه عندك دول مفتوحه عايز تعمل اكتر تروح تقفل ممكن تقفل الايرفلوägه زائد ايه كده كلها مقفل تقفلها كده اصعب جدا لكما تلاقيش اليرفلول اللي مريحك مع كل الـ options دي زي ما انشافيه اليرفلول ده مع تحفة اهم حاجة في الاردي ده بصراحة او اجمع حاجة في الاردي ده بطل اليرفلول يا ليه الفليبر فضيع جامد جدا اليرفلول ناعم و لو انت فتحته كله كمية كلاود او غار فضيع الناس اللي بتحب الكلاود لو انت فتحته شوي انا على نفسي بحب اقفل ايه تي حرف تي اللي فوق ده تمام اتباق في الحرف تي اللي خالص مساعد باقفل واحدة بجول كماما تمام على حسب الجوز بتاعي وحسب الكل اللي انا اقفل ناعم اه نصيته لكه ده الجي بوكس جميل برضو مش اقضى انت كانوا عليهم مرة ايه شكلهم روعة مع بعض شكلهم روعة مع بعض طب يا شباب ادي البيلد عملناه اه ان شاء الله هعملوكم فيديو تاني اه نتكلم فيه على احسن بلد برضو للايه للادروب اردي ايه واجمل بلد انا كنت سايف هنا حتى عشان اوريكم بص شايفين بيبقى فين بيبقى في النص هنا كده اعيش شوى بس تحت الكاميرا صعبة شوية تمام تمام اه بيخش من هنا كده بتروح ايه بتروح قصة من هنا كده تمام تمام طيب احطينا الايه بالكود بتاعنا اعملنا الويكين بكل حاجة انا عايز اوريكم بها الايه بيبقى عمل ازاي في الارض طيب شايفين بصنا شباب شايفين شايفين يقوم بصنا شايفين بيبقى كبير تشغيات وكل مبكى وكل مبكى من تحت وكل بير من تحت عشان يقبطنا ايه انتصاه الجانب شايفين ترجمة نانسي قفر ترجمة نانسي قفر ترجمة نانسي قفر نانسي قفر ترجمة نانسي قفر أحيانا أحيانا أجد هذا من الأيان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده اول اول ميزة فيه. ايه ميزة التانية? ميزة التانية? flavor. flavor طعم جميل. بالذات لو زبطت الكويل بتاعك. هنتكلم ازاي تزبطه. يعني افضل 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 مكان ليه. تمام? نلوقه الجوه ونخليه البره ولا ايه? هنتكلم عليه مرة جهة ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ده قلودي. تمام? كيف زي ما قلنا احنا حاجة فيها جماعة والايرفلو والايل والفليفر. طيب تمام? محنش انا عشان بس ومميل كده طبعا ايه? ففيه شوية لي. طيب. اه قلنا جميل. انا مصراحة بحب الدريفتيب دي حبفة جدا ومريحة جدا. طيب. ايه التانية جماعة ميزاته? السكونك. السكونكينج. السكونكينج بتاعه خرافي. خرافي خرافي. تمام? ان هو مرفوع شوية مع البير الكبير او بتاعه حوالي سبعة ميلي ده. اه خرافة. خرافة في السكونك. تمام? تمام. دي هو ميزات. اه 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 جامد جدا. ما بيطلعش. ايه لازم لازم طبعا تحط جوس على الورينز بتاعتك او الوصاب بتاعتك اش هتقدر بتحركها بطراحة. فدي ميزة وايب بس انا شايف بطراح انها ميزة اني بتاعزها الجامد دي. طيب. ايه عيوبو? ايه عيوبو? ايه عيوبو? اول حاجة انه بيسخن. بيسخن قوي. تمام? وبما ان الوكوز دوقك مرفوعين قوي. مرايبين من دوقك قوي. او من البخار بيطلع منه صخر. تمام? ده بيخالي فليبر طعام حلو. بس البخار يبقى صخر. فانت اللي مش يتعود على البخار يبقى صخر. اه مش هيعجبه قوي. لانه فعلا دافي. البخار بيطلع دافي وصخر. طبعا هو جميل بيطلع دنس يعني مركز وطعمه حلو. بس طبعا ايه دافي. تمام? علشان كده. اللي بيستعمل تيمبرتش كنترول. على الدروب ده. هيتبسط قبل. ليه? لانه تبسط البخاري السخنة هتبقى ايه? هتبقى مش عاملاله مشكلة كبيرة. لانه ممكن يضبط الايه التمبرتشر بتاعه. فانا انصح لو لو انت هتجيب الدروب اردي ايه? فتجرب تبدأ تستعمل التمبرتش كنترول. ولو انت بتحب التمبرتش كنترول يبقى الدروب اردي ايه ده هيعجبك جدا. تمام? يبقى ده اول عيب فيه يا شباب. انه جزخن بسرعة. تمام? لكن بيطلع جميل زي ما احنا وقت. طيب. ايه العيب التاني? العيب التاني انه بيعمل انه فيه يعني هتجيلك شوية كده جوز في بقك. جوز سخن في بقك. وانت بتعمل اول ايه? اا اول سحبة كده او تاني سحبة. ممكن سعفتر من اول وتاني سحبة كمان. اه هو ده عيبه لانه قريب جدا من ال 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 طبعا سبيتنج اقل لما تكون بتستعمل ايه للسكوانكينج لكن لو هتعمل دريبنج بالعادي سبيتنج هيبقى جامد فلو انت هتقدر تتعامل مع موضوع السبيتنج دوت وهتستعمل بالتحكم الحراري مع الدروب ارضي هيعجبك جدا 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 الفليفر تحفى لا مفيش احسن من كده بيجي معها زي ما احنا قلنا دريبتيب بيجي التممية وعشرة فمسمية وعشرة اللي هو التقليد تاني وفايف تاني بيجي معها سكوانكينج بيجي معها البان العادية سكوانكينج جميل فليفر جميل كلاود تقين وثامك ودانس فليفر فيه تحفى دروب ارضي ايه من اجمل الاردي ايه الموجودة حاليا اعتقد هو والبالس 24 بصراحة يعني هذا جميل جدا برضه نتكلم عليه برضه ان شاء الله مرة جاية بس انا شايف ان دروب ارضي ايه احنا من الداندرابيد الجماعة الارفلو ما اعملوش حال الارفلو عبقاري لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك عشان ان شاء الله اعملوكم فيديو تاني نتكلم فيه على ازاي نعمل احسن بلد للدروب وازاي نقل ونشوفوا جده مع بعض ان شاء الله الفيديو جاية لو عجبكم وان شاء الله برضه مرة جاية نتكلم على الجي بوكس يا جماعة جميل جدا تمام يلا ازاي عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملو لايك وسبسكرايب ما تنساشت فيه هتلاقوا كده زي الجرس كده او منبه الارم كده في اليوتيوب من تحت ده عشان كل فيديوهات الجديدة ايه توصلوكم ان شاء الله السلام يا شباب نشوفكم على خير ان شاء الله مع فيديو جديد اشتركوا في القناة